اشتركوا في القناة لفترة طويلة لم انشر موضوعا علميا على القناة والحقيقة السبب في ذلك كان يعني انا غبت لفترة طويلة سببها اساسا اللخبطة الموجودة الان في العلم وبالذات في الموضوع الاختصاصي اللي هو الكوزمولوجيا وكوانتم ميكانيكس وميكانيك الكم هذه اللخبطة بدأت منذ سنوات يعني الحقيقة مو قليلة يعني خلال العشر سنوات الماضية حصلت احداث عديدة وادت الى يعني ونشرت ابحاث ونشرت ارصاد فلكية وكونية ادت بالفيزيائيين الى الحيرة هذا زمن الحيرة هذا زمن الحيرة سببه كان يعني الاساس التعارض بين ارصاد كونية ولا اقول فلكية كونية للخلفية الكونية المايكروية من قبل المسبار الفضائي بلانك الذي اطلقه الاتحاد الاوروبي يعني وكالة الفضاء الاوروبي مع من التعارض مع دابليو ماب اللي هو قبله بسنوات دابليو ماب هو ايضا مسبار فضائي لقياس الخلفية الكونية المايكروية وكما تعلمون الخلفية الكونية المايكروية جاءت اساسا هي شهادة ميلاد الكون كما اسميها جاءت في الاصهور الاولى لتكوين الكون بما في ذلك تكوين الذرات الاولى يعني الخلفية الكونية المايكروية هذا الاشعاع الموجود في الكون اشعاع اللي يملأ الكون كله هذا الاشعاع هو ناتج اساسا من الالتحام او ارتباط الالكترونات السائبة كانت مع نوى الذرات الاولية اللي تكونت اللي هي الهيدروجين ونظائره والهليوم وربما الليثيوم ايضا نعم بحسب فريد هوير هذا من يجي الالكترون ويرتبط مع نوات موجبة يجب ان يشع طاقة تسمى طاقة الربط هاي طاقة الربط يعني هي التي كونت ما يسمى الان الخلفية الكونية المايكروية والتي تؤشر ان معدل درجة حرارة الكون العام مع العام هي بحدود عفوا اثنين وسبعة بالعشر كيلفن يعني ما يقرب من ثلاثة درجة كيلفن يعني ميتين وسبعين درجة تحت صفر هذا معدل درجة حرارة الكون اذا استثنينا وجود النجوم والمجرات اللي ما تأثر كثير في الحقيقة يعني مثل العبارة عن شموع شمعات في صحراء هائلة يعني بين شمعة وشبعة عندك نصف كيلومتر شراحة الدفيك يعني أو حصل الامر هذا التعارض اللي سمي فيما بعد الكوزميك تينشن سبب اشكالية يعني كبيرة لانه سرعة تمدد الكون معناها مختلفة ثابت هبل يسموه اللي هو يعشر لك سرعة تمدد الكون موضوع تسارع الكون ايضا اللي ظهر بالالف وتسعمية وثمانية وتسعين من خلال ارصاد فلكية ايضا يعني له دخل في الموضوع ثلاثة مسألة يعني تعارض بعشرة بالمية بالنسبة للقياسات الكونية كبير يعتبر وهذا يعتمد عليه يعتمد يعني حتى معدل الكثافة في الكون يعتمد عليه الثابت الكوني قيمة الثابت الكون عمر الكون ايضا الى دخل بالموضوع يعني المسألة ليست سهلة هذا التعارض او هذا الاختلاف بين المقدارين يعني له ما له يعني ان مثل ما يقول ان هذا يوم له ما بعده ايه فهذا سبب مشكلة الناحية الثانية موضوع الدارك ماتر كما تعلمون وفقا للنظرية الكونية نسميها السائدة او النموذج الكوني السائد حاليا فان هناك بالفرد خمسة وتسعين بالمية تقريبا من مادة الكون غير معروفة طيب هاي يعني موجودات الكون هاي الخمسة وتسعين بالمية قسموه الى جزعين دارك انرجي طاقة مظلمة وطاقة ومادة مظلمة دارك ماتر الدارك ماتر على اساس تشكل بحدود اثمانية وعشرين بالمية مثلا البقية اثنين وسبعين بالمية كأنه هاي جاية الدارك انرجي حسب ارصاد بلانك وهذه اذا ايضا كمية عالية او كذا تأدي الى توسع سريع للكون اسرع مما تكون مثلا الدارك انرجي او الطاقة المظلمة يعني لو تكون مثلا مثلا من قبيل الخمسة وستين بالمية غير ما تكون اثنين وسبعين بالمية فرق كبير هذا يعتبر هذا عدى الى خلل يعني مشكلة في النظرية في معالجة الدارك ماتر وينها شنو هي الدارك ماتر حتى الان ما احد يعرف ايش هي الدارك انرجي لا احد يعرف طبعا ممكن تسألوني تقولون يعني معقولة انه ماكو نظريات اخرى اكو بس المشكلة يعني خل يعني نقولها مقدمة المشكلة هي جوانب في مسألة مسيرة البحث العلمي في الامور الكونية يعني ابينها الان او ابين رأيي فيها حلقا المشكلة في الدارك ماتر مثلا انه كما قلت ليست معروفة جماعة البارتكل فيزيكس اللي هما يعني لهم الباع الطول يعني وفي القرار العلمي او في وكان يقودهم ستيفن واينبرغ يعني الرجل رحل مضى الى ربه هذا اسسوا لعناد في الموضوع يعني لازم تكون الدارك ماتر سوبر سيمتريك بورتيكول لازم تكون جسيمات يسموها يعني فائقة التناظر الى اخره يعني هما يخترعوا لهم شغلة بالله تهل البارتكل فيزيكس وبعدين يتخزقون فيها للأسف يعني هذا السبب ادى الى انه تعطيل النظرية الستاندرد مودل الآن يعني شبه جامد ما حد يعرف ايش راح يكون مصير الكثير من الاسئلة والتساؤلات فرحوا في ال 2012 في اكتشاف ما يسموه الهيكس بوزون هو بالحقيقة هيكس فيلد ماكو بوزون ماكو هيكس بوزون هو موجود كارتفاكت كاختراع للنظرية الرياضية كأنه جسيم وبس هو مو بالضرورة جسيم هو بحسب ما يقول علماء اخرين في الفيزياء انه ماكو جسيم اكو فيلد اسموه هيكس فيلد ليش لانه يقول لك هذا الهيكس بوزون هو المفروض ينطي كتلة للجسيمات الاولية كما تشوفون على اليوتيوب تقدرون تشوفون الاحاديث والحوارات على الموضوع طيب من هو اللي يعطي الهيكس بوزون كتلة نفسه اذا هو ميهة عشر شهايكس مش عارف ايوي جي ايوي من هو الذي ينطيع الكتلة كلها تقريبا من هو و تينطيع لازم حل يطيع فم يوجه ان هو يوزع كتلة على الكائنات على الجسيمات الاولية و من أحد يعرف من locomotion يج language كتلة فبالتالي هو ليس كتلة هو ليس اصلا مكافئ تقدر تطلع مكافئ لكتلة اي شي يعني مثل ما هسه تقدر تطلع الي طول موجي معين يعني من امشي بسرعة في وكتلتي كذا تقسم ثابت بلانك على ام في طلع طول الموجة مالي روح مسكاي الموجة نشو تطلع عشره قوة ستة وخمسين متر لو اكثر فبالتالي للأسف مسيرة العلم النظري البحث النظري في بعض المواضيع وبالذات الكوزمولوجيا اتخذت نوعا من الدين يعني صارت مثل المفاهيم الدينية نظرية الانفجار العظيم والستاندرد موديل في الجسيمات الاولية والهام ما يقبلون يتنازلون عن بعض الشغلات الاساسية في فروضاتهم هيوية فروضات يعني ايه فروضات علماء اخرين قاموا بانتاق نظريات مثلا روجر بنروز هيا سايكليك تايم سايكليك تايم هذا الكتاب ما روجر بنروز وطكم بفور ذي بيك بانك سايكليك تايم اللي قال بي واخرين طبعا مو بس هو وضعوا نظريات ان الكون ممكن ان يمر بعد الدورات يعني مو دورة واحدة يعني الكون له بداية ولكن يتضخم ويتوسع في بداية حتى يصل الى شيء اعظم ثم ينهار ينهار مرة اخرى وينكمش حسب هاي النظريات وقبل ان يصل الى الصفر نقطة السنغلاريتي سميها او الفردنة ينطلق مرة اخرى في انفجار عظيم اخر وهكذا كما بدأنا اول خلق نعيده يعني هاي تصير هاي نظريات روجر بنروز واخرين كمان تسألهم الكوزمولوجي يا جماعة ليش انتم مصرين على انه الكون قال لا الكون من عام الف وتسعمائة وثمانة وتسعين اصبح يتوسع بتسارع ليش يتوسع هذا ما كشفته الارصاد الفلكية طيب ماذا لو كان الارصاد الفلكية اصلا قد راعت منطقة معينة من الكون لان صير احيانا انه منطقة فجوة يسموها فجوة في فجوة يصير توسع متسارع وهكذا وبالتالي ليش اكو تشكيك في موضوع تسارع الكون قال لك لا احنا نستند ايضا على ان الكون مسطح مكانيا ماشي كيف خستو مسطح مكانيا قال لك لو تقيس تسوي مثلث وتقيس الزوايا تجد انها مئة وثمانين درجة بالضبط يعني ما بمعنى انه هذا الكون مسطح مكانيا اي نعم وليش المسطح مكانيا ما يمكن ان ينكمش يستمر في التسارع يستمر في التمدد الى ما لا نهاية ليش قال لك لانه حلول فريدمان مضارية فريدمان حل معادلة انشتاين بال 1922 ووجد انه اكو ثلاث نماذج كومونية واحد ينطلق بتسارع ويستمر في التسارع واخر ينطلق بتسارع ثم ياخذ سرعة ثابتة في الالتيميت في نهاية حياته والاخر اللي ينكمش يعني كما بدأنا اولى خلقين نعيده طيب هذا النموذج اللي ينكمش يعني يتسارع ثم يصل الى حد اعظم الكون ثم يبدأ بالانكماش وينطلق مرة اخرى مثل نموذج بون روز ليش ما تقبلون بيه قال لك لانه نموذج بون روز قائم على كون يعني مكانيا ليس مسطحا ونحن اللي دا نشوفه مكانيا مسطح اي نعم نحن نروح ناخذ نموذج كون مسطح ها تعالي يا تلميذي منير داراتكا حط نموذج كون مسطح مثل سطح الاستوانة مثلا وحط ثلاثة ابعاد استوانة ثلاثية سطح ثلاثي الابعاد استواني في فضاء رباء الابعاد ويشتغلها وحط فوقها ثابت كوني مثل ما وجدته الارصاد الكونية ليش سوينا هذا الحمل لانه الارصاد المايكرويب بينت وجود ثابت كوني نموذج فريدمن الاصل اللي بده تحكون عنه ما بثابت كوني عفوا الارصاد وجدت ثابت كوني ليس صفرا نموذج فريدمن لم يأخذ بالاعتبار وجود ثابت كوني أصلا شي بلثابت كوني حط تصور بالتالي لا ينبغي يعني التحنّد مش طلع عدنا نموذج مال مونير داراتكا والطاهي طلع كون يتمدد يتوسع بتسارع إلى آخرية حتى يصل إلى قيمة عظمى في الحجم ثم ينكمش ينكمش ويستمر في الانكماش حتى يصل قريبا من الفردنا لا يصل إلى السنغولارتي قبل السنغولارتي يصير بباونس تقريبا مثل نموذج بن روز قبل مونير داراتكا كان اشتغل ويايا طالب آخر من الطلب الممتازين جدا وهو أسامة الأحمد ومع أسامة سويت نموذج كوني نبدأ فيه من حجم بلانك وطاقة بلانك بمعنى نقطة أشبه بالصفر لنصل بعدها تدريجيا في هذا النموذج الكوني الذي وضعناه والذي سميناه التأثيرات الكومومية يعني نموذج كوني قائم على التأثيرات الكومومية والباك رياكشن رد الفعل الكومومي في فضاء أنشتاين هذا النموذج الحقيقة وصلنا به إلى أن يصل بالتطور الزمني بالتوسع إلى نموذج شابه الكون الحالي من حيث البرامتر الأساسية من حيث المتغيرات الأساسية وهذا النموذج يعني أيضا ممتاز من باب أنه ليس فيه أي مشاكل في نظرية البيك بانك نظرية الانفجار العظيم نظرية الانفجار العظيم بها مشاكل كما هو معروف وحاولوا يقضون عليها بنظرية التضخم سموها نحن في نموذجنا لا نحتاج تضخم ولا شيء هي من قعها هذا النموذج يخلو من كل المشاكل الأربعة والخمسة الرئيسية في مشكلة في نظرية الانفجار العظيم البيك بانك نموذجنا للعلم نشر في مجلة الانترنشنل جورنل أوف مودن فيزيكس وأثنت عليه إحدى المجلات أو النيوز لترز النشرات الإخبارية وقالت نموذج كوني من جامعة اليرموك الآخر جديد هو في الحقيقة هذا أرجومنت حجة يعني حجة عليهم على النموذج ليش ما تقبلون به؟ آه أنا أقول لك ليش ما يقول يطلع ويا هذا النموذج الكوني أكو توليد للمادة والطاقة بمعدل بطيء جدا يتناسب مع قطر الكون أو نصف قطر الكون هذا الكونتينيووس كرياشن أوف ماتر كان قال بيه قبل فريد هويل في نظرية معروفة يسموها الستيدي ستيت ثيوري هالستيدي ستيت ثيوري يعني بيّن بطلانها بحشابات وبأرصاد بس ستيدي ستيت ثيوري تقول إنه معدل توليد المادة والطاقة في الكون يتناسب مع حجم الكون يعني يعني مكعب نصف قطره إلى آخره آآ احنا مع معدل نصف قطر الكون وليس مكعب نصف قطره فبالتالي تختلف نظريتنا يعني معدل انتاج الطاقة والمادة في الكون عندنا أبطأ كثيرا من ذلك الذي اخترحه فريد هويل وبالتالي نظريتنا ليست نظريت حالة مستقرة استيدي ستيت ليش ترفضوها يعني ليش ما تعجبكم هذه لأنه السؤال أول وتالي يرجع من خلقها أو من يديم هذا الكون ومن يخلق هذا الكون إلى آخره هذا الموضوع بالمناسبة موضوع الدوغمة موضوع العناد والجمود في العلم صار مثل الجمود في الدين أبداً مثل الفقهاء ولذا تعلموا على جملة مفردات معينة أو قواعد أو كذا ما بعد يقدر يغير ما يقبل يغير نفس الشي بالمناسبة العلم الحديث في الكوزمولوجيا أقول بالذات على وجه التخصيط في الكوزمولوجيا وحتى في الكوانتم دايناميكس همي أنا لحقتها صار دوغمة يعني صار نوع من العناد صار نوع من العقيدة عقيدة ما يقبل يبدلها فهذا يوقعهم بمشاكل والمشاكل الحالية يعني تشهد على ذلك وإحنا في حالة يعني لا نستطيع تطوير العلم بهذه الطريقة ما لم ننفتح هناك موضوع آخر مثلاً موضوع الكوانتم تايم اللي نشرنا بي قبل سنتين بحث مراجعة مستفيض بمئة مئة يعني مصدر من المصادر والآخرين وممتاز أنا واثنين من زملائي في جامعة ليتز يعني اللي أنا الآن في جامعة ليتز يعني في قسم الفيزياء النظرية بجامعة ليتز نشرنا بحث كويس والله اللي هو بحث مراجعة علاقة علاقة مؤكد علاقة بعض يعني الاهتمام لكن موضوع الكوانتم تايم ليس يقدم رجلاً ويؤقره أخرى ويقدم رجلاً والسبب شنو؟ السبب شنو؟ لأنه علم الكوانتم تايم هذا الزمن الكومومي وصلنا إلى نتيجة أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هيج؟ صار يعني ماكو فريويل ماكو يعني في المنظور العام وليس المنظور الإنساني المنظور الإنساني أكو فريويل منظور العام الكوزمولوجي اثنين أنه أكو هناك حوادث في الكون الماضي والحاضر والمستقبل كله مؤدر ومكتوب هيجي يقول لنا لكوانتم تايم وبإمكانكم تراجعون البحث اللي راح أخلي الرابط ما لتلي أنه هو أوبل سورس ممكن تشوفوه بس بالإنجليزي I'm sorry يعني you have to أنتوا ترجموها سواء الترجمة سهلة على أقل ترجمون الكونكلوجين ترجمون لهذه المقدمة والكونكلوجين تكفيه كنت أمطيكم فكرة وأنا عندي أحاديث عندي خمس أربعة وخمس أحاديث نشرتها على الموضوع راجعوها في قناتي هذا أيضا كما قلت بعض الفيزيائيين يحاول يتقبل لكوانتم تايم بعدين يصفني شي قال لك هذا راح يوديني المشكلة شين المشكلة؟ قال لك يعني أنه كل شيء مؤدر ومكتوب وهي ما تقبل ما يقبلها العقل الحادي الملعج هي المشكلة فهم يتحايلون بالمناسبة الفيزيائيين الآن يتحايلون يعني مثلا ما يقول أنه الكون له بداية ونهائية هذا أهرونوف أهرونوف بالمناسبة ياكير أهرونوف هو باحث من الباحثين الممتازين يعني الآن عمره يمكن تسعين سنة عمره ثلاثين سنة اكتشف اكتشافات مهمة بالفيزياء زين لحد الآن ما حد انطاع جعزة نوبل ليش؟ حمينا لأسباب عقائدية زينة مؤخرا ناشر مو مؤخرا ولا طب الفترة ناشر بحث هذا بما يتعلق بأيضا الكون والزمن والكوانتم ميكانيكس والمالتيبول تايم ستيتس قياسات الكوانتم ميكانيكس وارتباطها بالزمن بآخر البحث يحتي على الالتاين ويقول احنا لا مفر من القول بأن الكون له بداية مكتوبة ما معناه وله نهاية مكتوبة Finally it is tempting to try and apply the idea of multiple time states in cosmological context in particular to speculate about the possibility that the universe has both an initial and a final state which are given independently of each other ويقول ايضا وإنما ترجعنا انه اكو خالق وكذا فهاي للأسف الشديد هي مضلات قائمة في الفيزياء الآن معقدة الدارك ماتر ما موجودة ونشرنا بحث قلنا الدارك ماتر ممكن تكون نوع من الفيسكاسي نشرنا بجوردينيان جورنور فيزيكس لأنه أيضا يجيك الريفريز المراجعين يربيه لك علة مثل ما يقول يعترض على اشياء ما الهى شغل بالموضوع وهكذا فخلاصة الأمر خلاصة الأمر تحول العلم إلى دين أو نوع من المعتقد الديني ما مقبول العلم المفروض يكون مفتوح الدين نعم مسلمات اعتقادية نقبلها وما نقبلها الإسلام تسليم الدين تسليم تقبلها وما العلم مو تسليم يا أخي العلم عقل ومناقشة واختراق فتحول العلم إلى عقائد وعقيدة غير مقبول أبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته